هنروح لأخبارنا وهنبتدي بداية بفريق النادي الأهلي لكورة اليد رجال واللي بيقوده مستر ديفيد ديفيس زي ما حضركم عارفين بعد بطولة الأفريقيا تم استناف الدوري لعبنا أكتر من مباراة آخر مباراة لنا كانت مع سموحا كانت مباراة مهمة جدا وتلعبت يمكن أول مبارح على صالة الأمير عبدالله الفصل بأهلي الجزيرة الشوت الأول كان خلص بنتيجة 26-21 فوز طبعا النادي الأهلي وبعد كده انتهت المباراة المباراة كلها 26-21 الشوت الأول انتهى 15-19 وبكده فرقتنا رفعت راصدها ل 16 نقطة بفرق كبير عن منافس التقريدي نادي الزمالك فرق أربع نقاط ونادي الزمالك 12 مباراة مباراتنا اللي جاية يكون مع طلاق الجيش بإذن الله وهكون يوم الثلاث اللي جاية يعني بعد بكرة الساعة أربعة على صالة نادي طلاق الجيش في منشية البكري مباراتنا مهمة عندنا مباراة مهمة بعدها نادي الزمالك يوم الجمعة طب كل الهصة دي للأسف في الآخر هتوصل أن فيه أربع فرق فقط هما اللي هيكونوا فيه باستلطالعة المنافسات أول مع تاني هلعبوا على بطولة الدوري باستوف تري أفضل في ثلاث مباريات والتالت والرابع لعبوا على البرونز الأفضل في ثلاث مباريات يعني كل الهصة دي أكفيك إن أنت تبقى أول أو تاني وكل المباراة دي الحقيقة يعني أنا صراحة الموضوع ده يعني أنا ما بحبوش ما بحبش أن أنا لعب مباريات ملهاش تأثير ولكن للأسف هو ده اللي فرضته لجنة المسابقات وأكيد ده طبعا كان يعني بالتنصيق مع المدير الفني المنتخب اللي اختار الحقيقة يعني باستير اللي اختار النظام الدولي ده كل التوفيق طبعا لفرقتنا في المباراة القادمة مع طلاقة الجيش والمباراة اللي بعدها إن شاء الله مع نادي الزمالك